الطب والكيميا والأحياء كعلوم لسه بتبني فرضياتها على أساس نظرية داروين الشهيرة وما ينفعش نفضل رفضين مجرد طرحاها أو منقشتها أو اتهام كل من يؤمن بيها بالكفر والإلحاد لماذا يرفض كثيرون الاعتراف بنظرية التطور لداروين؟ فالطيور اللي حوالينا دي كلها دي كانت أصلا ديناصورات في الأصل التح فرخة وقفة على رجليها كده والديناصور كانوا يقفة على رجليه إن مع الزمن تطور الديناصور بقى فرخة هاو كوم؟ ده اللوجيك وهل يعتبر الاقتناع بالنظرية كفراً وإلحاداً؟ فرضية إنه فيه إله خالق ما قدرش أخدعها للتجربة بأي حال من الأحوال داروين ما بحثش في أصل خالق يا أخي بدل ما تقول إن إنتليجنس ديزاين أو إنتليجنس ديزاينر يعني وراءها زكاء مصمم فيه زكاء صمم طيب فين هو الزكاء ده؟ ما تقول إن إلهه بتاعينا ماذا ذكر داروين في أبحاثه عن أصل الإنسان؟ أثباته لنسبة التشابه ما بين الشمبانزي والإنسان 98% إنه الإنسان المعاصر ما كانش بالشكل اللي إحنا شايفينه النهاردة ما جابش الإنسان والإرضي إطلاقها غير في جملة واحدة تعال سطر واحد إنه وقد ينطبق ذلك على الإنسان بسكت وهل أكد علم الجينات صحة النظرية أم كان على خلاف معها؟ نظريات قديمة كتير ثبت عدم صحتها فيما بعد وسقطت مع مرور الزمن لا يوجد أمل في المستقبل في علاج السرطان إلا في ضوء نظريات التطور وما هو السر في رفض رجال الدين الاعتراف بالنظرية الشهيرة؟ ما فيش تفسير تاني ما فيش ما يخطق النظرية دي لحد دلوقتي علم العياء بالكامل لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء نظريات التطور كنيسة نفسها يا سيدي اللي كانت ضده 1851 النهاردة بتقول كل ما جاء به صحيح عاوزي أكثر من كده انتظرونا في المواجهة مع النفس السبت 26 نوفمبر الساعة الحادية عشر مساء أهلا بكم في العاصمة أهلا بكم في المواجهة ترجمة نانسي قنقر